بسم الله الرحمن الرحيم يبقى نركز كده لما نجد نذاكر صفحة رقم 6 وصفحة رقم 7 نعمل ايه نشوف النايترو وتفاعلاتها نفسها بالضبط تفاعلات السيانايد نفسها بالضبط البنزوفينون اللي هي عليها زي كيتون فوق كلهم 3 بيوجهوا التفاعل متى خلاص نذاكروهم مع بعض كده عشان ما تلغوتوش معادة دي الحاجة الوحيدة المشازة فيها اللي هي الجزئية بتاعت السلفوريك مع الفيومنج سلفوريك اسد عشان خاطر مركز في وجود لما يكون في عندنا مجموعة كيتون مش هنحط في المتة هنا زي اخواتك انا بنحط في المتة ايه السلفوريك اسد لا هنا مش هيعمل كده هيكسر الروابط اللي جوه دايما الحمض بيكسر الروابط القاعدة زي ما قلنا سوديوم هيدروكسايد فاكرين في وجود الالكحول بتعمل ايه؟ بتكون ربطه القاعدة تكون ربطه مزدوجه لكن اللقاء الحمض بيكسر الربطه المزدوجه فقط 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 مع الكيتون لكن مع السيانايد ومع النيترو كنا بندخل في المتة عادي خلاص يبقى امن عرفنا نذاكره متهاته مع بعض نيجي هنا بقى للجزء الوحيد الشاز في صفحة سبع مجموعة مجموعة مناحة ما هي يعني سواء كتبتي مثايل كده وتوجه التفاعل في الأرث ورسمنا واحدة أرث وترسمي البارة اللي هي فتحت خالص ها فين البارة مقابلها مقابل دي هي دي اسمها البارة تكتب انوتو دخلنا انوتو طيب هنا الفريدركرافت ايه ده الكايل هندخل الكايل اللي هي الميثايل ايه ده مين بدخل بي ار احنا بندخل الميثايل والبارة بتاعتها هي ميثايل تحت وميثايل فوق احيانا يجيلك بقى التفاعل ايه بس ركزوا معايا تبقى رسمالك هي مثلا ده وتقولك ازاي نوصل وتحطلك على السهم تقولك ازاي نوصل للمركب ده انت هتكتبي على السهم ده فانت تذكري بكل الطرق تفكري ممكن ترسملك ده أرث وبارة لازم أرث وبارة كل الحتة دي أرث وبارة هي مرسمالك خلينا اعملها لك عشان خاطر ايه انا بحب يعني احب ارضي ضميري عطيالك هي مش عطيالك كده عطيالك فراغ وحطالك سهم او ممكن تبقى كدب رسمالك مركب وتقولك حطي ايه على السهم عشان نوصل للمركب ده الأرثو والبارة تقومي انت كدبة تعرفي على طول انا دخلت المجموع دي ازاي لازم اكون حطيت بروم او كلور او اي حاجة في وجود المحفز اللي هو عشان نعمل خلاص نفس الكلام هنا سهلة جدا نفس اللي فوق كله ودي دي الاصيليشن بتاعها ماشي اوكي دي ننتبه دي هي نفس دي بس انا مرة عملتها بالكلور مرة على مرتها بالبروم اوكي طيب هنا بقى هنا بدخل ايه السالفوريك عادي مرة في الأرثو مرة في البارة بس عشان لو مش واضحة هتدخلي في الأرثو هنا اس او ثري اتش والميثايل زي ما هي وتعملي اختها البارة اللي هي هنا في الموقع ده سهلة ان شاء الله جدا جدا